ولكن ينبغي أن نُعلم أن المغفرة لمن أساء إليك ليست محنودةً على الإطلاق فإن الله تعالى قيَّد هذا بأن يكون العفو مقروناً في الإسلاح فقال فمن عفى وأصلح فأجره على الله أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر مثال ذلك لو كان الذي أساء إليك شخصًا معروفًا بالشر والفساد وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شره ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه أن تأفذ بحقك من أجل الإصلاح أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسده فإن العفو أفضل وأحسن لأن الله يقول من عفى وأصلح فأجره على الله وإذا كان أجرك على الله كان خيرًا لك من أن يكون ذلك بمعاوضة بمعاوضة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة